اليوم اجتمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة اجتماعها الرابع بحضور جميع أعضاء اللجنة ويوجود الأخوة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأيضا الأخوة من ديوان الخدمة المدنية والأخ نائب الفاضل محمد الرقيب اللي كان عنده اقتراح بقانون التعديل على قانون العاقين وتم نقاشه مع الأخوة وأيضا بعدين تطرقنا إلى المشكلة اللي يمكن غردت فيها قبل شميوم مشكلة أولياء الأمور مع أحد المدارس في تحصيل رسوم أيام كورونا بالنسبة حق المدارس والتعسف اللي صاير مع أولياء الأمور وقلنا أن ما راح نتركهم وبروحهم واليوم أيضا صار بحث هذا الموضوع مع الأخوة في الهيئة وإن شاء الله راح يتصدون وينصفون الأخوة أولياء الأمور والمعاقين وأيضا الأخوة مستشارين الوزير كانوا موجودين وأيضا راح يرفعون الموضوع إلى الأخ الوزير وإن شاء الله هذا الموضوع يحل خلال فترة أسبوع حسب الاتفاق مع الأخوة ويعالج هذا الموضوع وإن شاء الله يوم الأربعاء أسبوع القادم بتاريخ 29 أهداعش راح تكون عندنا وفق الخارطة التشريعية التعديل على القانون 8 على 2010 الخاص في شؤون ذوي الإعاقة والقانون التعديلات التي رفعناها خلال فترة الماضية خلال فترة الصيف واللي يعطي الكثير من المميزات والأمور للأخوة والأخوات المعاقين وأيضا للمكلفين برعايتهم ونأمل إن شاء الله أن هذا القانون يقر بمداولتين يوم الأربعاء وعلى أساس أن أبنائنا وبناتنا يستفيدون من هذا القانون والتعديلات إن شاء الله الموجودة عليه ويضا تم التطرق لبعض المشاكل الموجودة والتظلمات بعضها الموجودة واللي قاعد توصل لنا من أولياء الأمور ومن المعاقين وبعض اللجان الطبية اللي فعلا بعد المتابعة هناك الكثير من المشاكل وهناك الكثير من يستحقون الإعاقة مو قاعد يحصلون حقوقهم باللجان يحتاج إعادة النظر فيها وطرحت الكثير من الملاحظات حق الأخوة في الهيئة ونأمل إن شاء الله أنه يتخذ فيها إجراءات يتخذ فيها موقف خلال الفترة القادمة وإن لم يتخذ موقف سنتخذ إحنا إن شاء الله إجراءاتنا ونحن نفعل الكثير من الأمور اللي فعلا يجب أن يرد الحق لأصحابه ويجب أن ترفع المظلمة عن الكثير من اللي سلبت حقوقهم خلال الفترة الماضية نأمل إن شاء الله أن الهيئة تحط هذا نصب حينها وتعالج هذه الأخطاء وهذه الثقرات الموجودة اللي طرحت وأيضا الأخ الوزير وصلنا له بعض المشاكل والأخوة المستشارين كانوا موجودين يجب أن الهيئة تكون جانب داعم وتكون هناك شفافية كبيرة لهذه الفئة كي لا تظلم ولا تحس في الظن إن شاء الله هذا الموضوع ما راح نتركه راح نتابعه خلال الفترة القادمة ونأمل إن شاء الله كل الذي حق يأخذ حق إن شاء الله